بالإضافة المراجعة ديال الورتغراف والاقرامر وورد كيقدم خيارات إضافية للمراجعة والبحث هاد الخيارات الإضافية هي اللي غنتعرف عليها في هاد شريط بستعمال لالتخ دو موتيفاشن ديالنا فلانج لغي فيزيان هنا عدنا الرمز ديفينير واللي لغاكوخ سيكلافي ديالو هو كونترول إفساد ناخدو كلمة اللي بغينا نتعرف على المفهم ديالها مثلا كلمة اوديوفيزيال هاد الكلمة بساتة كنختارها بالضغط عليها مرتين ومن بعد هنا في الغيبان كنضغط على ديفينير مباشرة كتظهر لنا هاد نافذة على اليمين لكن هاد اول مرة كتستعمل هاد الميزة فاول خطوة هي تحميل قاموس ادن القاموس ديالي هو هادا واللي بالفعل كيوضح لي هم فهم كلمة اوديوفيزيال الميزة التانية واللي غا نتعرف عليها هي ديكسيونار دي سينونيم كيعطينا كيفما كيشير الاسم ديالو للمرادفات مثال بغيت نبدل كلمة سبيسيفيك بكلمة مرادفة لها ادن كنختاروها بالضغط عليها مرتين ومن بعد كنضغط على ديكسيونار دي سينونيم مباشرة كتحل لنا نافذة على اليمين ولي كتسمح لنا نختارو المرادف المناسب فمثلا بغيت ناخد المرادف باكتيكوليار فبالضغط عليها كتعطينا لائحة المرادفات ديال هاد الكلمة للرجوع لسينونيم ديالنا كنرجع بهاد السهم بالتالي لابغنا نعودو الكلمة سبيسيفيك بالمرادف ديالها باكتيكوليار فهنا كنلاحظو على اليمين ديال كلمة باكتيكوليار عدنا هاد السهم لي كيقدم لنا زوج اختيارات انسغي وكوبيه بالضغط على انسغي مباشرة الكلمة الاصلية ديالنا كتعود بالمرادف اللي اختارينا كان حدف تغيير اللي قمت به بالضغط على كنترول زيد في لوحة المفاتيح وبالتالي كان ضغطو في اي مكان في المستند وكان غلق نافذة لسينونيم عدنا كذلك ميزة لاتخاديكشون واللي كتسمح لنا بترجمة النص ديالنا لأي لغة بغينا لاستعمال هاد الميزة من الواجب نختارو اللغة اللي غنترجمو لها النص وهدي اول خطوة غنقومو بها من اللي نمشيو هنا لتخادوير هنا يمكننا نترجمو النص بالكامل او لا فقط النص اللي تم تحديدو او اختيارو للترجمة وكذلك عندنا ميني تخاديكتور ولي كيمكننا نستفدو من ترجمة سريعة بمجرد التوقف عن الكلمة اللي بغينا نترجمو او بتحديد الفقرة اللي بغينا نترجمو وهكذا كنحصلو على الترجمة في الحين قبل ما نبدأو يمكننا نختارو اللغة انتلاقا من شوازير لالونغ دو تخاديكسيون بالضغط عليها يمكننا نختارو اللغة الميني تخاديكتور دينا وكذلك لدوكيمون دينا عندنا قائمة دي اللغات اللي يمكننا نختارو ما بينها غنختارو اللغة العربية بحيتي هي اللغة اللي كنستعملو في اغلب الاحيان اذا الان يمكننا نختار كلمة او جملة او النصب الكامل للترجمة فمثلا غنقوم بتحديد الفقرة التالية اذا غنختار هاد الفقرة بالتالي من بعد ما قمت بتحديد الفقرة غنقوم بالترجمة انتلاقا من هنا غنضغط على تخاديغ ومن بعد على تخاديغ لتاكست سيليكسيوني مباشرة كتفتح لنا نافدة جديدة تحت اسم غشخش ويمكن لكم تلاحظو هنا بلي يمكننا نبدلو اللغة هنا عندنا اللغة العربية اللي اختارينا مسبقا وهنا لتحت عندنا ميكروسوفت تخانسلاتور ولي كي وضح لنا نتيجة النهائية للترجمة دينا اذا يمكننا نختارو ما بين انسغي وكوبيا لادراج ترجمة دينا في النص او لا يمكن لي كذلك نقوم بنسخ هات الترجمة في نص اخر اذا بمجرد ما انتهيو كنغلقو هاد النافدة جميع هاد الميزات اللي شفنا يمكن لنا نتوصلو لها بالضغط على الزر الايمن اللاصغي بعد اختيار كلمة او نص معين بالتالي كانت هدي ندرة عامة للميزات الاضافية للمراجعة والبحث في الورد دوميل تخاز ترجمة نانسي قنقر